بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسلم مرحبا بكم متابعي الكرام في كل مكان مع مستر محمد في أول حلقات كورس تعلم اللغة الإنجليزية لطلاب الصفوف الإبتدائية جميع طلاب الصفوف الإبتدائية وأيضا طلاب المرحلة العددية اللي هم بيعانوا من ضعف طبعا في مستواهم في اللغة الإنجليزية يقدروا كمان يتابعونا لأنه يستفيدوا جدا جدا كورس اسمحوا لي أخذوا منعتوكو دي مفيد جدا 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 هيغير من مستوى الطالب اللي في أبتدائي أو الطالبة أو حتى الطالب اللي في أعدادي اللي هو مستوى ضعيف هيغيرك 180 درجة يعني هتبقى فعلا حد معا لغة الإنجليزية جميلة جدا جدا وحشة بحسن منك ان شاء الله الكورس طبعا زي ما احنا شايفين نعرضها نبقى بليفل 1 هناخد الدرس الأول في الواحدة الأولى الليفل دوت عبارة عن 6 units 6 وحدات ان شاء الله رب العالمين احنا بنقسم المستوى يعني كل unit بنقسمها على يعني أكتر من درس أو كذا حلقة علشان الناس ما تميليش وتزهق لأن الكورس جميل جدا جدا لو انت حتى مش حاب اللونجلزية بجد انت هتحاب اللونجلزية من خلال سماعك ومشاريتك للكورس دوت خلينا طبعا الكورس أكتر من مستوى لكن نقضى إن شاء الله أو يعني هنبدأ الأول بشرح المستوى الأول نخلصه إن شاء الله على خير هنشرح المستوى الثاني الكورس ده عنوانه ايه طبعا حد بيقول لي ايه ده يا مصر فبقول له إنجليش كورس يقول لي طبعا أنا عارف انت قلت كده في الأول جميل جدا عنوانه ايه ايه يعني الهدف منه دي كلمات طبعا بنستخدمها في جمل عشان أتكلم وعلشان أكتب موضوع تعبير أو شورت باريجراف أو شورت باسج زي الفقرانش هيه بتابلك في المدرسة وتبقاش عارف تكتب فيها هي آآ وكمان بتنمي مهارتك في الكلام في الانجليزية وتتحدث بشكل آآ جميل جدا جدا وبسهولة كاملة جدا جدا عشان كده الكورس دوت يعني آآ إن شاء الله هيبقى من أجمل آآ الحاجات اللي أنا ممكن يعني شرفت إن أنا اشرحها لكم وقدمها لكم على القناة ولكول طبعا طلاب وطالبات المرحلة التدهية آآ ليبل وان كما ترى المحتويات طبعا إحنا عندنا آآ سكس يونيتز زي ما احنا شايفين في المستوى دا في المستوى الأول طبعا آآ يونيت وان آآ اللي هنبدأ بيها نرد إن شاء الله آآ يونيت وان تلزس باوت هابي سكول لايف آآ يونيت تو بعدها على طول إن شاء الله آآ يونيت تو تلزس باوت اوار باديز آآ يونيت ثري يوم فروت آآ يونيت فور آآ تلزس باوت آآ اوار ثيمز آآ يونيت فايف تلزس باوت آآ بيوتفول نيتشور آآ يونيت سكس ودي آخر يونيت في المستوى دوت آآ بتتكلمن عن حاجة اسمها آآ أو يعني في شكل سؤال عنوانها what are we doing what are we doing تمام النهاردة إن شاء الله زي ما احنا شايفين كده أولاد بنبدأ بيونيت وان آآ ليبل وان الوحدة الأولى في المستوى الأول آآ تحديدا لسن وان آآ أول درس لنا مع بعض في الكورس دوت تمام as you see يونيت وان هابي سكول لايف الحياة الدراسية او المدرسية السعيدة تمام آآ بادي زي بيت خلينا اسألك سؤال آآ دي يو لايك جوين تو سكول طب ليه تسأل السؤال ده لان العنوان دوت بيعمل حاجة اسمها العاصف الزهني لولد الشطرة والبنت الشطرة بمجرد ما يشوف العنوان بيخمن احنا ممكن نتكلم عن ايه في الدرس دوت أو في الوحدة ديت عشان كده طرحت عليك السؤال دوت هل تحب الزهابي للمرسة؟ أه طيئutan ديني أقول لك آآ طويل when we talk about school life we can talk about�� uh they see uh the people in our a school آآ آآ diagonal uh our school things the things that Clashroom آآ فانت ممكن لتكلم أن تتكلم عن الحياة الدراسية او الحياة المدرسية آآ طبع يمكن آآ تتناول الأفكار الثلاثة اللي احنا قلناهم أول حاجة معنا النهاردة أو الدرس الأول فيهم هناخد كل فكرة الدرس ونكتب عنها ونتكلم برضو براحتنا As you see people in our school طبعا The people in our school الأشخاص اللي هم في مدرستنا واللي احنا بنقول بنشوفهم بعنا صحهم كل يوم وبنقابلهم في المدرسة طيب أنا هقرأ والناس تقرأ معي الولادة الشطار المتابعيني والبنات لما أقرأ المصطلح اقرأوا معي لأن في نفس الوقت الكورس هيحسن مستوى النطر عندك Repeat after me كرر ورايا تمام Let's be again طبعا كل صورة زي ما احنا شايفين الولادة عليها مصطلح والصورة ايه فايدتها بتشرح لك معنى المصطلح فبدل ما نكتبه باللغة العربية ونيجي تاني يوم نلساهم لأ طبعا مش عيب أن أنا مصر كإنسان عربي سواء كنت مصري أو سعودي أو يمني أو كويتي أو لبناني أن أنا اهتم لما باخد مصطلح في اللغة الانجليزية أو في لغة أجنبية أن أنا أعرف معناها في لغاتنا الأم إيه يساوي إيه عندنا في العربي تمام لكن مش عايز كل همك أنك أنت يبقى همك هو معنى الكلمة بالعرب والمصطلح بالعرب وخلاص لا حاول تفهم المعنى حاول تخلي فيه منظر أو صورة أو شكل يشرح لك المعنى ده لأن ده طب إيه فايدته ده يا مثل لأن ده صدقني صدقني كلكم يا أولاد هيخلي المصطلح يثبت معناه في دماغك انجليزي وعربي يعني بشكل أنت لا تتخيله صعب إنك فيه إنسان معنى صح صعب جدا تمام فأدينا مجموعة من من الصور كل عليها طبعا مصطلح والمصطلح زي ما بيقولوا كده أو الصورة دي بتشرح لك معنى المصطلح اللي أنت عايزه بالعربي أو بأي لغة أخرى تمام طيب خلينا نكرأ مع بعض والناس هتقرأ معي repeat after me يعني أمسك طبعا look at picture number one the first picture as you see زي ما احنا شايفين أنا هقرأ والناس تقرأ معي وبعد كده نشرح إزاي نذاكر الكلم ده وزاي أكتب موضوع تعبير خلينا في البداية نكرأ let's begin class teacher class teacher the next picture english teacher english teacher the next one music teacher music teacher mass teacher mass teacher chinese teacher chinese teacher the next picture اللي جمبين على طولي أولاد physical education teacher physical education teacher the next picture classmates classmates class mates class mates the next one principal yeah as you see principal principal the next picture headmaster 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 النظر طبعا والنظرة تمام بعد كده عندنا monitor وكان قبل منه وقبل منه اللي ظهر في الأول هنا monitor monitor و بعد كده monitor monitor the next picture عندنا librarian librarian طبعا librarian اللي هو زي ما انتا شايف اكيد فهمت المعنى من الصورة تمام الصورة الاسفل منها على طول group leader group leader the next picture school secretary school secretary أو or منقول عليها clerk أو منقول عليه clerk في النهاية في النهاية clerk يعني زي ما انتا شايف طبعا اكيد فهمت معناها بالعربي واضح من الصورة تمام yes اه the clerk أو منقول عليها برضو school secretary guard guard طبعا guard واضح معناها ايه هو guard زي ما انتا شايف في الصورة عندنا بعد كده او بجانب منه care takeer care takeer وعندنا school bus school bus driver driver طبعا school bus او school bus طبعا ده توبيس او زي ما انتشايف باص الملاسة اكيد طبعا باص دا ممشيش لوحده lead driver اكيد انتا فهمت يعني يلم driver دي طبعا الكلمات اللي هي خاصة بدرس العرضة lesson 1 ازاي اذا كيلها او اعرف معناها ازاي بالعربي ازاي ملتلك الصورة بتوضح او زي ما انتا شايف المعنى فطبعا مفيش معنى هيدخل دماغي لما اقول class teacher مع الصورة دي غير ان انا اقول معلم الصف والصورة اللي جنب منها English teacher طبعا ادي board ادي المعلمة وفي جنبها board مكتوب عليها بعض الحروف الربجرية الانجلزية A B C فطبعا دي بقى English teacher معلمة اللغة الانجلزية او معلمة لغة الانجلزية طيب عندنا بعد كده الصورة دي الموضحة برضو مين هو music teacher طبعا مدرس الموسيقى mass teacher mass teacher معلمة مادة الرياضيات ليه ايش عرفت يا مستر الصورة واضحة ادي معلمة ايه طبعا مسكة علمة tab sure وبتكتب بعض الارقام موجودة وready or numbers اللي هي الارقام يعني على board على الصبورة يبقى دي اكيد مدرسة مادة الرياضيات مدرسة الحساب يا اولاد تمام عندنا بعد كده في اللي بتليها اللي هي طبعا معلمة اللغة الصينية عندنا physical education teacher طبعا ومسك كورة وحواليه الاولاد لابسين ازي الرياضي والحصة دي كلنا بنسناها حصة الالعاب علشان نقابل فيها مين مدرس التربية البلدانية تمام ودرس العهد تمام classmates طبعا زملاء الصف او زملاء الدراسة اللي هم محاك في الكلاس او في الدراسة هم تمام اسموه ايه يبقى classmate زميل دراسة او صف طب ورغم classmates زملاء دراسة اوكي تمام بعد كده اخذنا حد اسمه principal principal ده طبعا مدير المدرسة يعني او قائم باعمال طبعا mister فده اسمه principal حد كده بالظبط زي الناظر حد زي الناظر في مدير وفي ناظر تمام الheadmaster headmaster ده ناظر المدرسة headmaster headmaster ودي ناظرة المدرسة عندنا بعد كده المونترس مين دي رايح على الاستاذك اللي وقف في الصورة دي لا دي على خاصة ببنت الصغيرة اللي وقفة دي فمين هي المونترس الطالبة الصغيرة دي طالبة معاك منك في الفصل او في الكلاس او حتى في طالبة تراقب الفصل بنسميها زي رقد الفصل كده وردت الفصل يولي بنسميها monitor طيب وmanitor طالب بيراقب الفصل طالب بيراقب الفصل طالب وmanitor طالب بتراقب الفصل بعد كده الصورة اللي بعدية خلنا فيها كلمة Librarian طبعا الصورة موضحة للشطار مين Librarian اللي هو أمين المكتبة بيسلم الكتب للطلاب ويخدها منهم تاني يعيرهم الكتاب يقرأوه أو الكصة ويخرجعوها اللي مين للليبراريان تاني اللي هو أمين المكتبة الصورة اللي أسفل أمين المكتبة على طول اللي هي Group Leader Group Leader اللي هو قائد المجموعة قائد المجموعة ده ممكن يا ولادي ولاد أو بنت زي ما احنا شايفين في The Packature Group Leader قائد مجموعة تمام بعد كده الـ School Secretary اللي هي طبعا سكرتيرة المدرسة أو سكرتين المدرسة أو بنسميه سواء ولد أو بنت رجل أو سيدة موظف أو موظفة بعد كده خدنا في الصورة اللي تاليها الصورة اللي يتاليها على طول الـ Guard اللي هو الحارس زي ما انت شايف شكل الحارس اهو ده كده طبعا شكل الحارس Guard في الصورة عرفتني أن Guard يعني حارس Caretaker طبعا Caretaker يعني طبعا اللي هو حد كده بالظبط زي الحارس يعني بيقوم برعاية المكان أو برعاية الأشخاص الموالين في المكان School Bus طبعا زي ما انت شايف الـ School Bus School Bus اللي هو توبيس المدرسة أو الباس الخاص المدرسة وكمان الباس ده ما مشيش لوحده فيه Driver يا مثل من الـ Driver اللي هو طبعا السائق الخاص بالباس وطبعا كلمة Driver عموما يعني سائق أو كي يا أولاد تماما طيب ده كان طبعا بالنسبة للجزئية ديت اللي احنا اتكلمنا فيها في الكلمات طبعا الكورس ده اسمه كورس الكلمات بتخليني أكتب فقرة إنشائية أو موضوع تعبير أو بالتالي أتكلم إنجليزي يا مسر طيب حد برضو بيقول لأ يا مسر معلش أنه كنت عايز معاني الكلمات برضو بالعربي عنا عشان أنا أه أنا هاش زيك الباطرير حدقة كلتلي عليها المعنى بس أنا عايز برضو الكلمات التوب مكتوبة معي باللغة العربية أقدر أرجع ليها فيها طيب أنا بالفعل عملت دوت زي ما أنتو شاهدين مدرس التربية البدنية عندنا كمان خدنا من المصالحة خدنا النهاردة Classmates زملاء الصفة وزملاء الدراسة Prince Paul مدير المدرسة أو المسؤول الرئيسي Headmaster ده ناظر في المدرسة Headmistress ناظرة المدرسة Monitorist طالبة بتراقب الفصل Monitor مراقب Librarian أمين المكتبة كمان خدنا من المصالحات Group Leader قائل المجموعة Group Leader وخدنا School Secretary School Secretary Secretariat المدرسة وخدنا Clerk يعني موظف Clerk موظف Guard Caretaker زي ما تلك حد كده زي الحارس قائم بعمال او قائم برعاية لمكان او الاشخاص في المكان دوت اسمه Caretaker Caretaker School Bus باص المدرسة Driver نرجعتيني للدرسة التاعنا ايه اللي هنستفيده من كل ده طبعا انت كده بالصور من خلال قائم بعمال حفظت المصطلحات اللي انا عايزك تتعلمها المعدة معها في الدرس اللي هم مين دول اتعلمناهم People الاشخاص وده عنوان الدرس بتاعنا People in our school طبعا الاشخاص في مدرستنا او عندنا في المدرسة كل حد في مدرسة بيشوف الاشخاص ديت وعنده الناس ديت والمصطلحات ديت او المهن او الوظائف ديت تمام انا عايز استخدم المصطلح الكلمات ديت في جمه مفيده وبالتالي اقدر اكتب موضوع تعبير وفي نفس الوقت هتكلم اللي بيكتب هيقدر ايه يتكلم فده كورس كلمات للكتابة والكلام التحدث باللغة الانجلزية لطلاب المرحلة الابتدائية سواء كان اول ابتدائي تانية ابتدائي تالتة ابتدائي ربعة خمسة ستة وطلاب المقبلين على المرحلة الاعدادية او حتى هم بالفعل افعدادي وعندهم ضعف في الكتابة والتعبير ازاي عبر مستر واتكلم باللغة الانجلزية خلينا نشوف الفقرة البسيطة دي فقرة انشائية دي short passage الفقرة دي شايفين الولد دوت حد شاطر بيتكلم وبيستخدم بعض المصطلحات اللي هو اتعلمها النهاردة في الدرس معانا يا ولاد زي ما انا شايفين كده ازاي استخدمي والله انت براحتك استخدم زي ما تحب انتخدت يعني مصطلحات مش قليلة منها مثلا class teacher english teacher monitor monitor تمام طبعا بادي زي بيت انا معرف نفسي مثلا احنا في فصل اي تمام او ممكن اقولي نفس انا كام واتفك براحتك تمام مثلا الولد هنا بيقول عن هو واخته بيقول نحن 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 هيرليسونZ are fun علي فكرة درسة ممتعة بيقول هيرليسونZ are fun يعني درسة في اللقاء انجلزية ممتعة جميلة Our monitors is Suzan طبعا الأسمات تنطق كما هي فهة Suzan بالعربي yes and our monitor is David طبعا وكمان مراقب الفصل بتاعنا زي رائد الفصل كده يعني طالب يراقب الفصل زي ما قلنا المونيتور و المونيتور اس يا أولاد قلنا طالبه بتراقب الفصل فهو بيعرف مين المونيتور بتاعنا بيقول and our monitor is David الولد ده اسمه David اللي هو المونيتور الخاص بالكلاس بتاعنا اللي هو كلاس 1B طيب المونيتور اس و المونيتور بيعملوا they help teacher they help the teachers بيساعدوا المعلمين في المدرسة سامع ولد شاطرة و بنت شاطرة بيقول لها مصر طب ازاي الولد دوت اللي انت جايبه هنا في الكلاس او في الدرس دوت ادري يكون الفقرة الانشهية الجميلة السهلة ديت اقول لها كان ازاي طبعا علشان تعمل ده لازم انا مصر كطالب في ابتدائي لازم طبعا مصر يبقى عندي يعني معرفة بالقواعد اللغة الانجليزية المقررة حتى عليا بلاش مصر توسع دلوقتي شيئا فشيئا تمام بكبر واحدة واحدة بيجي نتعلم نسيسات الاول لازم اولاد لما حب اتكلم انجليزي احرص على ان انا ابدأ بفاعل ثم الفعل ثم كمالة الكلام او المفعول سميك كما تشاء يبقى عند اركان اللغة الانجليزية sub verb plus complement طبعا الفاعل والفعل والكمبلمت اللي هي الكمالة زي ما احنا شايفين كده على البورد تمام طبعا sub verb complement دي اركان الجملة الانجليزية الخبرية يبقى لازم بدي زي بدينا مماجه اقول هادرس قواعد النحوية في اللغة الانجليزية اعرف اول حاجة اي اولاد ازاي اعمل جملة مصر ازاي كون جملة ليه ليه مهمة جدا يا اولاد علشان اعرف اتكلم مش بس اتكلم لا اعرف اكتب موضوع تعبيل في المدرسة يا مسا اعرف اكتب فقرة انشائية عن الغرفة بتاعتي في البيت عن البيت كله عن الشارع عن المنطقة عن المدرسة عن الكلاس اللي انا فيه whatever تمام ايبقى دي طبعا لانك اتعلم كلمات تلاقي ولد انا مسا عافظ كلمات كتير بس معرفش اتكلم ومعرفش اكتب موضوع تعبيل ليه علشان انت متعودتش تعمل لها متعلمتش عنيف انجلزية انت تكون الجملة بتاعتك من فعل فعل كمالا خلصة الجملة الاختب الجملة بانه بنفس الترتيب لازم نبدأ بالفعل في اللغة انجلزية يا مسا اه اتكبض الفعل يا مسا او ضمير اسم اي اسم Karena relatives اسم انسان اسم حيوان اسم نبات اسم جماد واتفري مسا اي اسم لا اي حاجه في الدنيا اي بنفسام كائن قد يأتي فاعل في اول جملة. لازم نبدأ الجملة بفاعل اا في الق vielen جات whoever f A yes. تمام في العربي ممكن يبدأ بفاعل اا ده عندنا في العربي فيه جملة اسمية و جملة فاعلية لكن في الانجليس ما فيش جملة فاعلية ولا جملة اسمية. في حاية اسمها الجملة الخبرية اللى هى انتشاف كام todama. فاعل فاعل اكملا. او some disorder plus a compliment الي هى اكملة الكلام. طيب لما جاش الاسمه الكلام يا مصر كفاعل ممكن ييجي ايه takie dissension. البلاد الخطار طبعا كلهم حافظين الضمائر أي واحد من دول هما سبعة أساسين أو أقول تماني لو قلنا يو مفرد وجام تقدر تقولون كده بالشكل ده بكل بساطة عمرك ما تنسي ههم أي زوي هي شي أت آكي أي زوي هي شي أت آكي تمام دي ضمائر اللي ممكن أي ضمير منهم يجي كفاعل في بداية الجملة الإنجلزية والفعل طبعا هو الحدث اللي بيحدث أو حدثة أو هيحدث سواء كان مضارع أو ماضي أو مستعبت طب وإيه بكمالة المفعول طبعا مصر أو تأتي كمالة كلام الشرطي يكون مفعول ممكن تبع صفة ممكن تبع اسم ممكن تبع صفة مع اسم زي ما احنا بنشوف كده أوكي وطبعا ما بنساش الفلسطوب وأنا بكتبه مصر دي طبعا الجملة الإنجلزية الخبرية الصحيحة تمام سواء كان في مضارع أو في ماضي أو في مستعبت أو أيا كانت زمن أولاد فاخدنا مثلا كمثال ولد الشرطر دوت هنا في الجملة الأولى مثلا لما قال تعال نشوف هو ازاي طبع أركان الجملة اللي احنا قريدي قلنا عليها دلوقتي فهو قال بدأ بالفاعل و كضمير من ضمائر الفاعل في اللغة النجلزية احنا قلنا أي واحد منهم يجي كضمير فاعل ببدأ بي لازم الكلام يا مصر سواء كان أو اليو أو الزي أو الوي أو اله أو الشي أو الات أقصد يعني فهو هنا بيتكلم عن نفسه و عن أخته أو زميلته فأقول لي وي عشان كده في الفاعل اخدنا مثال النهار ده مثلا بربتو بي اللي هو الفاعل يكون الفاعل بي يا أولاد يعني اللي هو بي خفيفة بربتو بي الفاعل ده معنا هيكون في المضارع أولاد الشغطر كله معرفين من بي تلات أشكال م از ار ام بتاعتنى لما أقول اي بتاخد ام اي ام مهاب اي ام مونة وهكذا تمام لكن اتكلم عن حد تاني يبقى is على طول اي حد تاني مفرد هقول هو يكون هي تكون يبقى is على طول مثلا he is طب she is طب أحمد is طب مونة is اي حد مفرد تتكلم عنه غيرك انت حضرتك غير انا لما اتكلم عن نفسي بقول I am اتكلم عن حد تاني بابا is ماما dad is وهكذا اي حد في الدنيا اتكلم عنه انا بتكلم عنه وهو مفرد او الحاجة دي مفرد او الشي ده مفرد او شيء يبقى على طول is طب ولو الحاجة دي جمع مصر او الشي دي جمع او الاشخاص دول جمع يبقى R عشان كل ولد الشاطر معنا في الدرس المرضى بعد ما خدنا المسترحات عمل موضوع تعبير فقرة انشائية بسيطة قصيرة ازاي يا مصر بيعلمك انت برضو كطالب زيه انك انت تتكلم انجيزي بالشكل ده وتكتب فهو عشان هو وزملته او هو واخته ابيقول we فدول جمع انا يعني اختي مسلا انا وزملتي we we دي جمع او مفرد لا جمع مصر فمتخدش ايز يا اولاد احنا هو نزل المفرد انما تاخد ايه R اه وكمان عرفت ان هي مضارع بسيط حاضر ومش ماضي لان هو لسه فعلا بيدرس في اه كمالة الجملة بقى هنا اولاد زي ما احنا شايفين تحت جزء كمال في الكلام 1B زي ما حد يقول لك انا في فصل تانية تاني انا في فصل اولى اول انا في فصل اولى تاني 1B عامل زي مثلا لما بنقول اولى تاني كده تمام وفي اولى تالت وفي اولى اول تمام فهو بيعرف هما في فصل ايه we are يبقى الفاعل we والفاعل هنا are لان طبعا we جامع نحن هنا in class 1B اكمالة الكلام اوكي تمام طيب كمان هو في اول جملة تانية ماشى بنفس الترتيب اللي ممكن الفاعل الولد الشاطر كان مجيز دوت هنا اولاد زي كده في سنوكو اول هنا بدأ الجملة الاولى بضمير فاعل في الجملة التانية بدأ ب our class teacher بدأ باسم is mr.jones ثم الفاعل هنا is ليه علشان class teacher هنا معلم الصف جاي مفرد مش جاي جام احنا من المفرد كل اخو دي اولاد is our class teacher is mr.jones واحد ثاني بيقول لي انا ممكن استخدم حاجة من تعلمتها اقول our music teacher is mr. علي مدرس الموسيقى بتاعنا هو mr. علي حد ثاني في شاطر سامع بيقول our mass teacher مدرسة الرياضيات بتاعتنا is مستكون miss mona وهكذا الولا كده انت انا سابك بتعرف تكون جملة من خلال الكلمات اللي انت خدتها طيب حد بيسألك بيقول لك مين مدرس الالعاب بتاعك في الفصل فانت بتقول له our physical education teacher is mr. محمد يعني مدرس الالعاب او مدرس الالعاب او التربية البدنية بتاعنا هو mr. محمد وهكذا يبقى انت كده بتعرف تتكلم انجليزي وتقدر تكتب فقرة انشائية وموضوع تعبير عن ايه تمسك ورا وانم كده وراي المهاردة بعمل خاص الحلاة او انت قاعد معي people in our school يبقى بدأنا ب class teacher طبعا ممكن تدى ذلك الشاطر اللي قال we are in class 1b انت ممكن تقول برضو نفس الكلام we are in class 1a او in class 1b براحتك كل واحد يقول ال class اللي هو فيه وتبتدي بقى بعد كده our class teacher is mr. مثلا ممدوح بعد كده بتقول our english teacher is we are in class 1b وهكذا يا ميستر our music teacher is علي مثلا مدرس الموسيقى بتعني اسمه علي كمان يا ميستر ممكن تعرفنا مين رائد الفصل زي الولاد المونيترس مين هي عندوك في الكلاس ومين المونيتر كل ده تقدر تستخدمه في جمل وتكتب موضوع تعبير اكبر زي ما هو بيقول هنا مثلا our english teacher وممكن نقول our english teacher is miss mrs. brown here lessons are fun دروسة ممتعة بتشرح كويس طب مين المرائب او الطالبة اللي بترائب الفصل عندوك رائدة الفصل ممكن يبقى رائد الفصل او رائد الفصل ممكن يبقى في دودة our monitor is suzane رائدة الفصل عندنا سوزان and our monitor is david وهو مراقب او رائد الفصل او طالب للراقب الفصل ويساعد المعلمين اللي هو اسمه david وعكاسة اسمه علي اسمه محمد اسمه حمود they help the teachers هم بيساعد المعلمين دي وظيفتهم او يعني اكتر مهمة بيقوم بيها المونيترس الطالبة اللي هي بتراقب الفصل والمونيتور الطالب اللي كمان بيرائب الفصل طبعا دي كانت اول حلقات هذا الكورس مهم جدا وجميل جدا بياخد بيدك واحدة واحدة ازاي انت كتطالب في المرحلة التدائية سواء في اولة او في تانية او في تالتة من خلال الجمل اللي قدامك ديت ومن خلال طبعا زي ما انت شايف ازاي تعمل جملة في اللغة انجليزية وتكون جملتك النهاردة اخدنا فيربتوين المرة الجاية هناخد فعلة تاني فالناس يا مستر تحرص على متابعة هذا الكورس جميل جدا 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 لو عجبكم الفيديو ولاد ما تنسوش تدعموا الفيديو لايك حتى يصل الدرس ده لحد تاني غيرك ويستفيد زي ما انت استفد وطبعا ربنا يجعله في المزال حسناتنا جميعا الله اسأل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال طبعا الولاد الشطار وصلنا الى نهاية حلقة اليوم كان معكم مستر محمد الى ان نلتقي في لقاء قادم وحلقة قادمة استودعكم الله الازلاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته